خلال فعالية ويزارية عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة الأزمة الإنسانية في السودان أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم مساعدات إنسانية إضافية للشعب السوداني مساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سارة شارلز كشفت عن تقديم مساعدات إنسانية للسودانيين المتأثرين بالصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيمة أكثر من 130 مليون دولار في السياق قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن نحو 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ومنقذة للحياة مشيرة إلى أن الصراع أدى لنزوح أربعة ملايين شخص داخل البلاد وأجبر أكثر من مليون آخرين للجوء إلى دول الجوار وبحسب البيان فإن أكثر من أربعة ملايين امرأة وفتاة في السودان تعرضن لخطر العنف بسبب النزاع كما أنهن يعانين من تعطل خدمات الصحة والحماية لافتاً إلى أن أكثر من أربعة ملايين طفل بحاجة إلى الحماية مع تصاعد العمليات القتالية البيان أكد أن السودانيين بحاجة لمساعدات نقدية وأغذية إلى جانب المساعدات التي تشتمل على خدمات الحماية والرعاية الصحية والدعم الغذائي والمأوى والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والدعم النفسي والاجتماعي وفي ختام بيانها طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في السودان بوقف الأعمال القتالية والكث عن التدخل في العمليات الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين ترجمة نانسي قنقر